مجلس التنسيق السعودي البحريني وعقد الاجتماع برئاسة مشتركة من سعادة الدكتور عبداللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان السعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية وبمشاركة أعضاء فريق عمل اللجنة من الجانبين وفي بداية الاجتماع أعرب صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان السعود عن التقدير والامتنان لتشرفه باستقبال صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه لسموه وما استمع إليه من جلالته من توجهات كريمة بشأن تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في مختلف المجالات خدمة للمصالح المشتركة وعبر اسموه عن التقدير لمستوى التعاون والتنسيق المشترك على المستوى السياسي بين البلدين الشقيقين مشيدا بالنتائج المثمرة التي تم التوصل إليها من خلال عمل فريق لجنة التنسيق السياسي والتي من شأنها تحقيق أهداف مجلس التنسيق السعودي البحريني من جانبه أعرب سعادة الدكتور عبداللطيف براشد الزياني عن اعتزازه بعقد اجتماع لجنة التنسيق السياسي والذي يأتي استكمالا لجهود مجلس التنسيق السعودي البحريني والذي يمضي بثقة وعزم لتحقيق الأهداف النبيلة والتوجيهة السامية السديدة من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين حفظهما الله ورعاهما لكل ما من شأنه تعزيز وتدعي معلاقات البلدين الأخوية الراسخة وتعميق التعاون الثنائي القائم على كافة المستويات وفي مختلف المجالات لما يلبي تطلعات وطمحات الشعبين الشقيقين وأضاف سعادة وزير الخارجية أن لجنة التنسيق السياسي وفي إطار المهام والواجبات الموكلة إليها حريصة على أن تستمد جهودها ومرتكزات عملها التنسيقي من رؤية وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بلمملكة العربية السعودية حفظهما الله مشيرا إلى أن اللجنة تعمل جاهدة مع بقية اللجان المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي البحريني لتعزيز التعاون والتكامل في مجالات التنسيق السياسي بين البلدين الشقيقين لما من شأنه تحقيق طموحات وتوقعات صاحبي السمو ورئيسي المجلس وتوجيهاتهما بالإسراع في تنفيذ كافة المبادرات والأهداف السامية لهذا المجلس المبارك وقال سعادة وزير الخارجية إن هذا الاجتماع يأتي لاستعراض ومتابعة مبادرات لجلة التنسيق السياسي وبحث سبل تحقيقها على أرض الواقع لزيادة وطيرة التنسيق السياسي بين البلدين تجاه القضايا والتحديات الإقليمية والدولية وتوحيد المواقف المشتركة في المحافل الدولية وتبادل الخبرات والتدريب الدبلوماسي لكل ما من شأنه خدمة مصالح بلدين الشقيقين وقد استعرض الجانبان خلال الاجتماع المبادرات وتوصيات التي توصل لها فريق عمل لجلة التنسيق السياسي وآلية تنفيذها بعد إقرارها من قبل مجلس التنسيق السعودي البحريني كما استعرض الجانبان سبل دعم وتعزيز العلاقات السياسية الثنائية بين البلدين الشقيقين بخاصة في مجال التشاور السياسي وتنسيق المشترك في المحافل الدولية والشؤون القنصلية والتدريب الدبلوماسي بالإضافة إلى مناقشة التطورات السياسية الإقليمية والدولية والقضايا محل الاهتمام المشترك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة